موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن مهزلة نتائج استفتاء تعديل الدستور التي أعلن عنها محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد تردد داما ووعود مختلفة كان البارحة ثم أجل اليوم العاشرة وبعد ذلك وصل تقريبا إلى منتصف النحار أكثر من ساعتين عن الموعد الذي تم تحليله في البداية معلومات من مصادر متعددة ومؤكدة وموثوقة قالت بأنها البارحة كانت ليلة بيضاء في وزارة الدفاع حيث حدث اجتماع حضره شنغريحة والأمين العام لوزارة الدفاع وعلي بن علي والكثير من الجنرالات وبعض قادة القوات وحتى قائد الناحية العسكرية الأولى وأيضا مسؤولين كبار في الإدارات كان اجتماع رفيع المستوى هذا الاجتماع كان يتابع النتائج وكان يتابع بدقة مع ضابط استخبارات رتبة أعتقد عقيد موجود في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا الضابط كان كل كبيرة وصغيرة يحولها فورا إلى جهة في وزارة الدفاع حالة الطوارئ بدأت فعليا عندما وصلت المعلومات عن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الساعة الخامسة التي كانت ضائلة كانت 18% وبعد ذلك قفزت إلى 23% هذا الاجتماع نوقشت فيه أكيد عدة معطيات ليست لدي تفاصيل عن مدارة في هذا المجتمع لم أكن بينهم والمصادر لم تكن بينهم في هذا الاجتماع هي عالمت بوجود اجتماع رفيع المستوى وشاهدوا سيارات قادة عسكريين جاءوا من كل حد وصوب أو بساعات قبل بعد الظهر تقريبا بدأت تدخل عدة سيارات إلى وزارة الدفاع وهناك بدأت المتابعة الحثيثة في وزارة الدفاع كما نعلم وحدثتكم من قبل أنه عشية نقل تبون إلى ألمانيا في وضع صحي سيء حدث أيضا اجتماع ولكنه لم يكن موسع مثل هذه المرة هذه المرة جاء على نطاق واسع وهو اجتماع غير معلن وطارئ وقضوا ليلة بيضاء لم يغادروا الاجتماع تبعهم وكانوا يتواصلون مع اللجنة المستقلة والمعلومات التي وصلتني أن محمد شرفي بدأت تظهر عضو عليه العصبية تظهر هناك ضغوطات ضغوطات معينة تمارس عليه هذا الرقم هذا هو يعني نسبة المشاركة حسب الإحصال الوليها 23.7% لا استغفرت 23.7% يبدو أن هذا الاجتماع لا نملك تفاصيل ما دار فيه وما جرى الحديث فيه أنا أمؤكد أنه دارت فيه الحديث عن كل السيناريوهات المتاحة من بينها ممكن إلغاء الاستفتاء والطريقة المثلة لإلغاء الاستفتاء أيضا ما هي النتائج المتوقعة هل لا أو نعم أكيد نوقشت فيه كل السيناريوهات على ما يبدو لا نملك الدليل على أن هذه اللجنة ضغطت أو قامت بتزوير ما ننتظر ما ما يثبت هذا التزوير إذا حدث أو أن هذه اللجنة عندما وصلتها النتائج على أن نتائج نعم أكثر من لا اطمأنت وأصرت على تمرير هذه الوثيقة الدستورية التي هي أعلى قانون في البلاد شاهدوا يعني عندما يقولون أن إجمال المصوتين خمس ملايين وستمائة الف وثلاثة وستين الف ومية وثنين وسبين نسبة المشاركة ثلاثة وعشرين فاصل ثلين وسبعين الباريح قاله ثلاثة وعشرين فاصل سبعة يعني بدون احتساب نسبة تبع الخارج من المفروض عندما يحتسب النسبة المشاركة في الخارج لتقريبا أربعة بالفاصلة بالمئة من المفروض أن الرقم ينزل لأنك لما تحتسب لنسبة العزوف في الخارج رايح نسبة المشاركة تنزل ولكن لاحظوا أن نسبة المشاركة ارتفعت إلا إذا كان ارتفعت نسبة المشاركة في الخارج إذا تم تغيير هذه النسب أو جاتهم نسب أخرى الله أعلم هذا ما ستكشف عنه الأمور لاحق نسبة عدد الأصوات بلا هي 33.2% ونسبتنا عام 66.8% لاحظوا دستور الدولة الجزائرية الجمهورية الجديدة التي أعلنوا عنها ما بعد الحركة الشعبية الذي خرج الجزائريون بالملايين لو نعمل عملية حسابية فقط نجد أن نحو 7% من سكان الجزائر هم الذين شاركوا في الاستفتاء عدد سكان الجزائر فاقوا 44 مليون نأخذ على رقم فقط 44 مليون نحو 7% معنها 93% من الجزائريين ليس لهم علاقة بهذا الدستور أمر آخر أن نسبة هذه النسبة المشاركة مقارنة بالهيئة الناخبة في حدود 15% أي 85% من الهيئة الناخبة الجزائرية ليس لها علاقة بهذا الدستور إذن هذا ما نستطيع أن نصيفه أنه دستور أقلية تحكم الأغلبية هذه أقلية الأقليات هذا هو إذا كان أخذنا من 15% نأخذ نسبة نجد أنه نأخذ 5% اللي قالوا لا 5% أو 7% نجد أقل 10% أقل من 10% قالت نعم لهذا الدستور إذن أقلية أقلية الأقليات تحكم الأغلبية معناها أكثر من 90% بين رافض للمصار نهائي مقاطع وبين عازف الذين تعودوا على العزوف الانتخابي وبين مشارك ورافض لهذا الدستور وقال لا وبين من أوراقهم ملغا هذه هي الأربع وهذه جبهة وحدها رايح تتشكل لاحقا كجبهة جديدة مناهضة إلى هذه الجمهورية الجديدة من المفروض تقول جمهورية جديدة يجب أن يشارك فيها كل الجزائريين فيه وليتين ليست لهم علاقة أصلا تقريبا 0.0 ما شاركوش أصلا في هذا الدستور إذن هذا الدستور تفرضه أنت بقوة أخرى من المفروض هذا الدستور الذي يمثل 7% أو 8% من الجزائريين هذا سقط أخلاقيا لا يعقل أبدا أن الدستور تنزل للاستفتاء الشعبي تفوطع لها أقلية وبعد ذلك تفرضو كهيئة كقانون على كل الجزائريين إذا سقط أخلاقيا قبل أن يسقط قانونيا على ما يبدو أن هذا الاجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع الوطني أنهم بقوا مفتوحين على خيارين إما أنهم يضغطوا على الأمور تمشي لصالح نعم باستعمال التزوير الذي لم يثبت إلى هذه اللحظة لم يصل ما يثبت هذا الأمر هي مجرد شكوك واحتمالات أو أنها حقيقة أن النتائج جاءت لصالح نعم وهو الذي خلاهم ارتاحوا بهذه النسبة 66% من نسبة مشاركة 23% لعلى دستور سيحكم كل الجزائريين وفي جمهورية جديدة وقالك بأنه السلطة للشعب حتى لما استمعت إلى المداخلة المقدمة تبع محمد شرفي أنا لا أعتقد أنا أعتقد بأنه سيعلن نسبة المشاركة 95% أو 99% ونسبة المصوتين بنعم 90% هذه مقدمة التي تتحدث عن أن الشعب عبر عن 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 موقفه وقراره عبر عن قرار انتاعه بكل ديمقراطية وشفافية وكذا وكذا وأنه هذه إرادة الشعب وان من إرادة الشعب انت جاي لي على 7% من الجزائريين إن تقريبا هم اللي قالوا نعم لهذا الدستور أكثر من 90% ما عندهمش حتى معلقة بهذا الدستور وان هي إرادة الشعب إلا إذا كانت شبه في الشعب هذه الأقلية هذه الأقلية تشبه فيها الشعب لأن هذا هو الهدف الأساسي الهدف الأساسي تمرير هذا الدستور في ظل هذه الظروف أوف وكذا 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 اللي حكينا عليها كثيرا كلها توحي على أن السلطة كانت تخاف من نسبة مشاركة عالية لو أنه أنا أكد كم من مرة ودعوت كم من مرة إلى ضرورة المشاركة والحرص والحرص على مراقبة سناديق الإقتراع لهذه اللحظة ما وصلنا شيء يدل على أن هناك تزوير ولكن لو كان هناك حرص وراحوا كل الجزائريين وقالوا لا وعملوا حملات إعلامية تثبت بأنه قال لا لن يستطيع أن يعملوا شيء سيسقط هذا الدستور للأسف المقاطعة جزء ما نقدروش الآن نقول الناس هذهم اللي قاطعوا هذه قضية 77% أو 76.22% هم لي قاطعوا الاستفتاء ما نقدروش نقولوا كلهم رهم قاطعوا الاستفتاء استجابة لدعوات المقاطعة لا ما نقدرون ولا عند المقياس أنا نقول لك كالنسبة قاطعت أصلا لأنها ضد هذا المسار وهي مقاطعة من الأول كالنسبة عزوف انتخابي دأب عليه وكالنسبة أيضا ما عندهم أصلا ثقة في السلطة وفضلوا أنهم لا يذهبوا ولا يشاركوا في هذه المسار إذن إخواني الكرام أن النتائج التي أعلن عنها محمد شرفي تسقط هذا الدستور أخلاقيا هل لا يعقل أن الجزائر الآن سيحكمون بدستور أقلية بمعنى الكلمة بأقلية أنا كنت أعتقد بأنه السلطات ستكون ذكية الرئيس مريض عاجز وضعه الصحي مفتوح على كل الاحتيماء لا تغائب ما أحذرش أفوت الدستور وأعلنت عليه بهذه الطريقة هي كنت نتوقع أن السلطة تكون ذكية بعض الذكية رغم أنه عندما نقول على السلطة أن تكون ذكية كثير من الإصدقاء يحدثون يقولوني كفاك من عمرها ما رايح تكون ذكية عمرها ما رايح تكون ذكية لكن دائماً نخلي هذا الأمل موجود نخلي هذا الأمل موجود ولكن للأسف للأسف أنه الآن للأسف يعني أنهيتم هذا المسار أنا الآن أقول بأن المسار الذي أيده القيد صالح بداية الحراك الشعبي انتهى فعلياً خلاص انتهى هذا الدستور أعدم وكل الأمال التي كانت معلقة على إحداث تغيير وقطيع حقيقية هذا الدستور الذي دافع عليه جبهة التحرير والبعجي ودافع عليه لارندي والرعجي والشعجي والنعجي والسعجي وغيره كل البعجيات ومشتقاتها ممن أصلاً صورتهم بائسة ككيانات حزبية ودككين حزبية لدى الجزائرية هذا الحزب الذي وافق عليه برلمان بوتفليقة هو برلمان الفاسدين والمفسدين هذا الدستور الذي انتخبت عليه أقلية الأقليات من الجزائريين هذا الدستور الذي انتخب ورئيسه والرئيس المعني به يرقد في مستشفى بألمانيا في ظروف الله يعلم بها هذا الدستور الذي اضطرت السلطة أن تستنجد بحرم الرئيس تبون علها تستعطف الجزائريين ليذهبوا إلى صندوق الاقتراح ماذا بقيت لهذا الدستور من قيمة أخلاقية على الأقل أخلاقية حتى يكون يحكم هؤلاء هذه الجزائريين الذين رفضوه بشدة نخبة الجزائريين بين مقاطع وعازف ورافض لهذا الدستور لو أنا تكلمت مع بعض الأشخاص وفيهم أقاري بشيوخ قلوا هون حبيت نفهمه في وضع الدستور يقول لي لا شايب كبير يقول لي لا دستور مدام داروا الريس روم لي أنت جاي لي الآن دستور لو روحوا أنشرونا أنشرونا طرح معدل الأعمار أنت عن ناس اللي فوطاوه هذا بناء روحوا أنشرونا طرح نسبة المشاركين ستجدون طبقة معينة من الجزائريين ما زالوا يؤمنوا بالطريقة القديمة أنه أي شيء أتي من السلطن هذا الكلام أقول قبل أنه لهذه اللحظة اللي نتكلم فيها أنا الآن بعد مباشرة بعد نهاية ندوة محمد شرفي هذه لم يظهر حتى الآن ما يوحي بالتزوير إن ظهر ما يثبت التزوير فتلك كارثة أخرى يبدو أن السلطن تتحدى الشعب أو تحتقر الشعب أو لا تهتم به أصلا ولا تدري ما يحدث أنت الآن وضعت نفسك نعم وضعت الدولة الجزائرية في صورة مصخرة لدى أمم العالم بعد حراك شعبي تاريخي أذهل كل الشعوب والأمم تجي تعمل لي استفتاء شعبي في ظل كورونا تشارك فيها أقلية وتقول لي الديمقراطية والشعب عبر بير لا نسبة من الشعب أنا لن أنكر وطنية هذا اللي قال نعم وأحترم رأيه وأحترم رأيه اللي قال لا وأحترم رأيه المقاطع ولكن نوازن ما بين المصالح والمفاسد في هذا الشأن ولكن أنت قلت نعم وأنا مثلا قلت لا لا لهذا الدستور طلعت نسبة المقاطعة كبيرة إلى هذا الحد يعني لو كانت نسبة المشاركة أكثر من 50% يا جماعة نسبة المشاركة لم تصل لربع للربع يعني كارثة وصلتش حتى 25% هذا الدستور الله سقط أخلاقيا تقول لي قانونيا قد قانونيا يقول لك الاستفتاء ما روحتش ما شاركتش الكرسي الشاغر ما يجيبش إذن اللي فوتاوهما اللي يدوا اللعبة ما دام أنت ما حضرتش الله يسهل علي راح يوزعوا في الطرطة أنت ما روحتش وراء الله يسهل علي ما يقدرش يتراجعوا قد يقول من ناحية القانونية ما تقدرش تمنع هذا الدستور وهذا هو الخطأ الذي يرتكب عندما كنا نحفز لأنه الهدف انتعى الناس اللي كانوا مع المقاطعة ليس هدفهم إسقاط الدستور هو الدستور راح يقول فيه ما قال قيس والآخر في الخامرة راح يقول فيه كل شي لكن الهدف فقط هو الاستغلال الوازع الأخلاقي في المسألة من أجل ضرب الدولة الجزائرية والسلطة الآن أعطت لهم هذه المشروعية أعطيت لهم المشروعية أنت بيدك معناها أنت هذا الذي يريد فتنة للجزائريين والجزائر وأنت اللي في السلطة أيضا من المفروض تحمي الجزائر والجزائريين من أي أسباب تؤدي بهم إلى الهلاك أنت أعطيت لهم الأسباب المشروعة التي تؤدي إلى هذا الوضع أنا أقول أي مسألة فيها جانب قانوني وفيها جانب أخلاقي عندما يسقط الجانب الأخلاقي أمام الجانب القانوني يصير القانون جاف ليس له معنى إذا كان أنت الآن تريد أن تدخل جمهورية جديدة وكما تقول ونوعك مش نص الشعب الأغلبية الصاحقة من الجزائر ما قال فوتت لكش على الدستور أنت الآن رح تحكم بدستور فوتت عليه أقلية الأقليات باش تسير فيها كيف ستكسب الأغلبية من الجزائريين كيف ستكسبهم رح لن تكسبهم ولن تستطيع أن تسيطر عليهم ولن تستطيع أن تدفعهم إلى أي شيء يكون في صالح البلاد أو صالح العباد أو حتى في صالح كده سلطة فشلت في إقناع الجزائريين لأنها لماذا فشلت راهي استعملت المتردية والنطيحة استعملت دككين حزبية ليس لها قيمة إما بين الجزائريين استعملت أشخاص يحتقروا أصلاً الجزائريين والله يحتقروا كثير من المسؤولين اللي نعرفهم والله يحتقروا الجزائريين ويحضروا في الحملات الانتخابية وبعد كي يظلوا يظلوا نكتوا على الجزائريين يحتقرهم أنت هذا اللي راح تعتمد عليه من المفروض الاجتماع الذي حدث البارحة في هذه الليلة البيضاء من المفروض أن يراعي كل هذه الأمور لماذا ينظروا إلى الأمر على أساس أن مشروع السلطة إذا رفض معنها فشلت السلطة أنتم الآن مررتم الدستور أنتم أفشل مما يمكن تخيله أنتم فشلتم أولا في إقناع الجزائريين بالذهاب إلى صندق الاقتراع أيضا في إقناع حتى اللي معاكم آكم من المفروض ساندوا هذا المسار الدستوري أوري وساندوا انتخابات 12-12 فيهم 33% يقالوا لا لهذا الدستور وهذهم 33% هم من النخب وانا متأكد يقينا أن هؤلاء سيتحولون إلى معارضة حقيقية إلى المصار لأنهم لن يقبلوا أن يحكموا بهذا الدستور الذي كتبه أحمد العرابة بإديولوجية مستوردة من وراء البحار كيفش الأخطاء هذه فقط اللي في الدستور أعلاه أدناه اللي كشفتهم المرة اللي فات كيفش تزيدوا تصلحوه هل تعلموا بأن المساس بالدستور الآن أعلاه هذهك باش تبدلها أدناه تحتاج إلى إجراءات الأخطاء اللي موجودة في الدستور تحتاج إلى إجراءات أنا أعتقد بأنه ما ما قامت به السلطة البارحة إما غباء غباء استراتيجي بمعنى الكلمة أو أنه انقلاب على المسار وأنا أعتقد أرجح الانقلاب على المسار هذا هو انقلاب على المسار ما حدث من مهازل في هذا الاستفتاء واللي تحدثت عليه البارحة مخصي بمعنى الكلمة لذلك بالمختصر المفيد إخواني أقول وأؤكد لأنه اليوم جيت باش نحدثكم فقط عن الاجتماع أن هذا قرار تمرير الدستور اتخذ البارحة في اجتماعه كانت ليلة بيضاء في وزارة الدفاع الوطني إذن هذا الدستور برغم أن نتيجته ساقطة أخلاقيا إلا أن الاجتماع الذي حدث البارحة وأن السلطة الفعلية في الجزائر قررت تمريره مهما كان الأمر وفرضه على الجزائريين إن لأن القضية تتعلق بدوائر خارجية لا تتعلق بدوائر داخلية الدستور هذا ما عملوه من أجل أن يوافق عليه الجزائري وأن يرضي الجزائريين بل من أجل أن يرضي يرضي أطراف في فرنسا يرضي أطراف في الغرب يرضي هيئات ومنظمات حقوقية خارجية ويرضي دوائر خفية تعرفونها ويعرفها الكثير من الجزائريين سيأتي اليوم الذي أحدثكم فيه إذن هذا الدستور لم يهمهم أن 90% من الجزائريين مع أنهم حتى علاقة بيقى هذا الدستور المهم أن ترضى القوى الخارجية عليهم وأن يفرض فرضا لحكم الدولة الجزائرية وربما ويبقى القآن الرهان على ما يأل إليه وضع الرأي الصحي إذا شفي الرئيس عاد إلى ممارسة مهامه الطبيعية سيحكمكم أيها الجزائريون بدستور أقلية الأقليات وإذا كان قضى الله أمرا آخر سواء بعجل صحي يفرض يفرض المادة الدستورية التي تعزل الرئيس أو أنه والأعمار بيد الله الرجل يرحل إلى ربه في هذه الحالة رايح يدو مصار آخر ورايح يجي دستور واحد آخر مع رئيس جديد وبذلك المواد الصامتة مررها ما حد يستطيع أن يقول أن التمزيغة ليست لغة رسمية للدولة ولا أي شيء سيتغير حتى إذا جرى إسقادم لن يغير هذه المادة مثلا التي فرضها بوتفليقة بطريقة غير قانونية والآن شرعنوها بأقلية الأقليات رغم أن منطقة القبائل لم تشارك في هذا الدستور لأن الكثير من السياسيين في هذه المنطقة يدركون تماما أن دعوتهم للمقاطعة أولا من أجل استمرار الضغط على السلطة وأيضا يدركون تماما أن الأقلية التي ستذهب إلى صنديق الاقتراع ستقول نعم في أكثرها وأن السلطة عازمة على تمرير هذا الدستور وهذا الذي جعلهم يقاطعون هذا الاستجاب لو أدركوا يقينا أن هذه السلطة ستتعامل بديمقراطية وشفافية مع النتائج وأنها فتحت المجال للأراء المعبرة والرافضة لهذا الدستور لذهبوا إلى صنديق الاقتراع من أجل تمرير ونحن لاحظنا لاحظنا الإعلام الخاص ما يسمي الأعلام الخاص أو الخارج عن القانون في عمومه وفي أكثريته حتى لا نعمم وكما وصفهم وزير الإعلام والإعلام الرسمي التابع للدولة لم يفتح المجال لرأي مخالف أبدا بل أن الأشخاص بل أن الأشخاص الذين عرفوا بحضورهم من إعلام عبر هذه القنوات وبعد ذلك اتخذوا موقفا مناوئا ورافض لهذا الدستور كلهم لم يعد لهم أي حضور لم تعد تتصل بهم القنوات الفضائية وربما ستقاطعهم دائما وأبدا ما هكذا تورد الإبل يا حكام الجزائر ما هكذا تورد الإبل يا الفريق شنغريحة ما هكذا تورد الإبل ما هكذا الجيش الذي سجل موقفا تاريخيا مع الحراك الشعبي المؤسسة العسكرية التي أذهلت العالم في ظل ظروف أوف دول ثارت شعوبها ذبحتها مؤسساتهم العسكرية لكن الجيش الجزائري انحاز إلى الشعب ووقف وقفة تاريخية حسبت له هذا الجيش الآن للأسف الشديد جاءت قيادة أخرى انتقمت بمع من من سبقتها والآن تتعامل بهذا المنطق اللا أخلاقي مع شعب جزائري وفي يوم أول نغمبر الذي للأسف كان عيد وطني لاندلاع الثورة ثورة هزمة الحلف الأطلسي حولوه الآن إلى يوم يوم دستور سموه دستور أول نغمبر للأسف قاطعه ورفضه أغلب الجزائريين ووقف معه ودعمه أقلية الأقلية يا ريت كانت أقلية الأقلية شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بأذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله